بمن مشروع نقل المعلومات افتتحت هيئة البحرين للثقافة والأثار الملتقى العربية الأوروبية الأول لشباب الباحثين في العلومة الاجتماعية والذي تصدفه مملكة البحرين لمدة سبعة أيام ويستقبل الملتقى بحثين شبابا من بلدان عربية وأوروبية يقدمون بحوثهم الأكاديمية في قضايا مختلفة بهدف تطويرها من خلال تبادل المعارف التفاصيل في التقرير التالي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا آية من القرآن الكريم هي أقرب ما نستشهد به كرسالة يحملها الملتقى العربي الأوروبي الأول لشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية والذي يأتي ضمن المشروع نقل المعرفة الذي أطلقته هيئة البحرين للثقافة والآثار من خلال مدخل البحث العلمي ومن خلال مدخل العلوم الاجتماعية والفنون وهي مظاهر من مظاهر الثقافة طبعا نحاول أن نؤسس لهذا التفاعل بين الشرق والغرب الذي يعاني اليوم أزمة التواصل ويعاني اليوم أزمة التعرف والتعارف وباستضافة بحرينية ولمدة سبعة أيام يمد الملتقى جسورا للتعارف ويرسخ مبادئ الحوار الحضاري من خلال أبحاث عشرين مشاركا شابا من بلدان عربية وأوروبية وقع الاختيار عليها اعتمادا على جدية محتواها كل بحث مشارك بهذا المؤتمر عم يدرس بحث مختلف عن الآخر ونحنا جينا كلمة نستفيد من خبرة الأساسة والمشاركين حتى يغنى البحث تبعنا ويوجهونا أكتر نحو النقاط اللي يجب أن تندرس أكتر وليجب أن نتعمق فيها أكتر ملتقى مثل هذا يشتر كثير من موارد موارد بالنسبة للتلجمة بالنسبة للمقار بالنسبة للتشغير والتسجيع والبحرين قد وافرت لنا كثير من هذا الموارد وكثير من هذا التشجيع وأنه منباثق من استثمار شريح يعني فيما شروع بناء الجسر بين هضارتين ولذلك نشكره الدولة البحرينية كثيرا لهذا من أجل مستقبل أفضل للعالم لا بد من مواجهة الاختلاف وفي هذا الملتقى يسعى الجميع إلى نسج علاقات أكثر تفهما وقبولا لهذا الاختلاف الذي لا مناص منه خصوصا وإن دراسات علم الاجتماع تعتمد على حوادث واقعية تختلف من مجتمع إلى آخر بسامي بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين